بقول لكم انا بقيت في قمة السعادة من خسارة المنتخب الالماني من اليابان اتنين واحد المنتخب المغربي قدم مباراة جيدة جدا وده المنتخب كرواتي على فكرة مودريتش اكتر لعيب منشارك في كاس العالم ووريني كده يا جماعة الاحصية بتاعة مودريتش 13 مباراة حتى الان في كاس العالم كابتن منتخب الكرواتيا ونجم طبعا نادي ريال مدريد واحد اهم اللاعبين في تاريخ كرواتيا بوس لوكا مودريتش الاكتر خوضر للمباراة في كاس العالم بتاريخ منتخب كرواتيا 13 مباراة واول لعب كرواتيا على الاطلاق يشارك في المونديال في اربع مرات ده طبعا احد النجوب الكبار جدا على مستوى العالم المجرب تعادل 0-0 في مباراة صعبة قدام كرواتيا النهاردة خد نقطة ومهمة جدا خد بالك ده انتداد للنجاح السعودية تعادل للمتخب التونسي مبارح مع الدنمارك النهاردة المتخب المغريبي بيتعادل مع كرواتيا الخسارة الوحيدة كانت للمتخب كت قطر في الافتتاح قدام الاكوادور وقلنا مباراة مباراة لها ظروفها وان شاء الله يستطيع التعويض بعد كده قدام المنتخب الهولندي او المنتخب السنغالي مباراته الجاية هتبقى بعد بكرة مع المنتخب السنغالي مباراة صعبة لان السنغال كمان خسر من هولندا 2-0 اسبانيا نزهة كروية قدام كوستاريكا كسب 7-0 يعني واحدة من امتع المباريات كلها احدافه كانت مباراة لحام سيطرة على المنتخب الاسباني من اولة الاخيرة منتخب كندا مقدرش يعمل اللي عمل للمنتخب المصري قبل المنديال وخسر من المنتخب البلجيكي بانشواي جابوا الجون بانشواي في دي اربعة واربعين عشان يكسب المنتخب البلجيكي واحد صفر